في ايه زيابينا اصاد الطرف التاني هو الطرف اليميني بقى الطرف اليميني مشكلته انه عنصري وضد الاخر وهو اقرب والوجه الاخر للاسلاميين بالمناسبة يعني فولة والقصر يتنصي وعنصريته او استعلاءه يفكرك كده باللورد كرومر زمان لما كان ييجي يقولك انه احنا يعني احنا موجودين في مصر عشان نعلمها المدنية والتطور وتبقى بلد حديثة على طوال ان شعب المصري قاصر على انه يتعلم التطور الفكرة دي فكرة موجودة حتى الان في المجتمعات وفي الحكومات وفي الادارات الاوروبية اللي بيقولك اللي يطلعوا يقولوا انه فعلا المجتمعات دي مش مستعدة للديمقراطية هم بيقولوا كده واليمين الامريكي واليمين الاوروبي بيقول كده ان المجتمعات دي احنا عايزين انهم بس يهتموا من نفسهم ويبعدوا عننا وما يقرفوناش ومش عايزين نتكلم حد فيهم غير حد يعني على طريق شكل قبيلة مشكلة اليمين انه بتعال معاك انك شكل عايز شكل قبيلة البلاد دي لقاء البلاد ولا حاجة دي قبائل لها اعلام وخلينا نتفاهم مع الرجل القوي اللي فيهم وشيخ القبيلة نتفق معاه على طريق لورانس العرب كده لما نزل بقى بيجنة دي شريف حسين والملك عايزيز اللعبة بقى الغربية الانجليزية من زمان او 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 يقال يهيب واحد اللي ماسك الحكاية دي كله ونخلص لا مجتمعات ولا بتاع دولة ناس اللي احنا هنفهم ثقافتهم ولا دولة مدنيين زينا ولا الديمقراطيين زينا ولا حدسيين وعصريين زينا دي ناس شوية منهم همج على شوية منهم بد وعلى شوية منهم محمدين محمدين ومسلمين متخلفين فيعيشوا على بعض كده احنا بس ناخد منهم السروات اللي احنا عايزينها وانقام نشرهم فده موقف بقديم تقليدي من قرون قادمة قديمة ومع ذلك موجود بس متغلف دلوقتي متغلف كلام حلو متغلف ببدل متغلف بالشياكة العرب كمان بقوا يلبسوا بيدل وناس حدسيين حتى الاسلاميين هم هيقنعوا بعد شوية طلبانها هتلبس بيدل فربما هتغير شكلها فالمشهد والمنطق ده هو اللي بيدير علاقة الدول الغربية بينا يسار او يمين عشان تعرف هما منطلقين من ايه وعشان تعرف طول الوقت هو ليه المنظمات الحقوقية مشبوبة الغرام كده بالاسلاميين وبالاخوان المسلمين مرة اخرى برضو عشان نأكد المسألة بوضوح شديد المنظمات الحقوقية دي حاجة عظيمة جدا ونبيلة للغاية وغايات واهداف في منتهى النبل ويعني اضافة للانسانية وانقاذ للانسانية وجهد عظيم من كل هؤلاء النشطاء والمتطوعين والعاملين في مجال حقوق الانسان في كافة انحاء الدنيا لكن السؤال فعلا الذي يبدو ضروري ان احنا نطرحه على نفسنا ليه هذا الشغف بفكرة حقوق الارهابيين وليه هذا التغاضي المثير للدهشة اللي فيه هجوم الاسلاميين مثلا على الاديان الاخرى على المفكرين ليه الغنوشي يبقى الوجه المقدر عند اليسار الفرنسي او اليسار الامريكية بينما شكري بالعيد الصحفي الليبرالي اليساري اللي تم اختياله من الارهبيين في تونس ما باش هو الوجه المعتمن او الوجه المقدر او الوجه اللي بيقدم باعتباره ضحية وشهيد الدفاع عن حرية حقوق وحقوق الانسان في مواجهة الطيارة الديني او في مواجهة لا هم عندهم وده برضو مراجعة يستحق لقبل انهم مش ملائكة يعني هم عندهم مشكلة حقيقية انه هم ضد نظام ما ممتاز كويس انما ضد نظام ما فكل من هو يعارض او يخالف هذا النظام حتى لو قتله حتى لو ارهابيين موضع الدفاع عنهم وكل من يعني يخالف الاسلاميين وكل من يحارب الطيار المتطرف هو خادم او مؤيد او موالي او مساند او يعمل لصالح هذه الانظمة ومن ثم يستحقه لعنا حتى لو استشهد زي شكرا بالعيد في الشارع بالفكرة ودي اللي بتخلي يعني مصدقية حتى الدفاع عن هو الانسان محتاجة يعانة نظر المصدقية محتاجة مراجعة يعني زي بالظبط هؤلاء يعني من اسازتنا اليساريين الكبار اللي زمان لما تسجنوا في عصر عبد الناصر عدة سنوات طويلة يشبها تعذيب ثم خرجوا وتحالفوا مع عبد الناصر والغاية دلوقتي بيدفعوا عن سياسة عبد الناصر باعتبروا كان منحز للفقراء وعمل حاجات للغلابة وبنى حاجات في مصر يعني انت موافق هليك بس عند الكلمة اللي انت بتقوله عند المدهج اللي انت اعتمدته سواء الناصريون اليساريون القوميون اللي شايفين ان الحقوق السياسية او الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مقدمة على الحقوق السياسية حتى ان عبد الناصر يعذر بل ويتم التحالف معاه رغم انه سجن الناس وعزبهم سنينا طويلة عشان كان ضد الاستعمار وعلشان كان بيخدم الفقير المصري فكونوا ينتهج حقوق الانسان وكونوا يسجن المثقفين والكتاب والشعيين والياسريين عادي طبيعي او لا وحش بس يعني مش دا الموضوع وانه يغفر له لانه عمل حاجات عظيمة موافق يعني دا منهجك دا رأيك امسك فيه بقى علشان تتحسب عليه لانك لو حسبته كده يعني او لو انت مؤمن بده تعال بقى في الاطار نفسه في المناج نفسه تعال انتكلم عموما يبقى هنا نقطة مهمة اخيرة لمقال في نيويورك تايمز عن منح جائزة نوبل لصحفيين اعترافهم بالقمع المتنامي للاعلام في العام الماضي اصدر كلهم من اليونسكو ومجلس اوروبا تقارير تستنكر تآكل حرية الاعلام واشار الى هجمات المتنامية للشرطة على الصحفيين اثناء تغطية الاحتجاجات بما في ذلك التهديد والضرب فضلا عن تبرير قوانين لما يسمى الاخبار الكاذبة في بلدان عديدة وافادت لجنة حماية الحقوق الحصحفيين بان 274 قد سجنوا خلال 20 في اعلى معدل منذ عام 92 32 دولة تترجع بشدة مقارنة بتسعتاشر دولة فقط منذ ثلاث سنوات الحكومات المستبدة تحتمي باستمرار بالخطاب المعادي للصحافة في الولايات المتحدة ليه روجر كوهين كاتب ده في جريدة نيويورك تايمز كاتب ده بمناسبة حصول الصحفية ماريا ريسا والصحفي ديمتري مورطوف أو مورطوف على جائزة نوبل مناصفة يعني معرفش بقى هو كل واحد يتقوم سمئة الف دولار ولا كل واحد منه يأخذ المليون دولار كاملة لانه في الطب اندوها الثلاثة علماء ادوا عالم خمسمية والاثنين العلماء التانيين اسموا الخمسمية التانية فيعني برضو المهم هذا الرجل الصحفي الروسي اللي بوتن الحقيقة جاب على سؤال وقال انه مش معنى انه خد جائزة نوبل انه ممكن يعمل اي عمال خارج القانون ونسكتله انه مؤسسته ودي مؤسسة اعتبرناها وكيل اجنبي وكيل اجنبي كده زيك الترخيص من الخارج يعني ومنسمى ينظر اليك انه يعني ممول من الغرب ومن الاجانب الخارج وبرضو السيدة ماريا ريسا نفس الحكاية في الفلبين لكن يبقى انه ده برضو اعلان مرة اخرى عن قوة الرأي وعن قوة وجهة النظر وعن قوة حرية الصحافة في احداث تغيير في مجتمعاتها وانه حقيقة الامر انه الحرية حرية تكمل وتطور وتبني وتساعد في بناء الدول بل هي شرط بناء الدول لانه كل التجارب اللي شاهدنا في حياتنا مهما كان درجة البناء والتنمية في حاجة الى ان تكون هناك عيون رقيبة حسيبة وهناك رغبة حقيقية او يعني مطلب حقيقي ان يكون الناس مشاركين في صناعة حياتهم وفي صناعة مستقبلهم وفي صناعة تقدمهم وتنميتهم ومشارعهم وانجزاتهم فلنهم يمشاركين معنى لنهم صوت ومعنى لنهم صوت يعني يبقى احرار ومعنى لنهم صوت واحرار معنى انه عندهم منابر للتعبير بحرية سواء اعلام او نقابات او برلمانات او احزاب المجتمعات تبنى جماعة المجتمعات والدول تبنى بكل مواطنيها المجتمعات لمواطنيها